بالنسبة للارتفاع منصوب مية البحر بيبقى ايه النتائج المترتبة عليه ايه اضراره بعد ما بيحصل لقدر الله هو طبعا الاضرار انه هو غرق للشواطئ وفيه جزر بتختفي فيه مدن بتختفي ممكن تختفي احنا عندنا في مصر هنا الدلتا بتتعرض للغرق وكمان مش بس انه هي تاخد مساحات من الارض لكن ترفع منصوب المياه الجوفية بالمية الملحة وفيه مثل فلاحي كده يقولك الارض طبلت طبلت يعني المية فيها بقت كتيرة فمحتاجة محاصيل مخصوصة ومحتاجة ان هي تي دي اس او نسبة المروحة بتاعتها بتبقاش علي اوي عشان نعرف نزرعها غير ان هي تاخد مساحات بقى من الارض فاحنا لازم نعمل حواجز ونعمل مصدات والحاجات دي كلها هل ده بيحصل فجأة دكتور ولا على مراحل؟ لا على مراحل يعني ام تقول ان المدينة دي في خطر او اهلها السكان المدينة دي في خطر؟ بنرسل بقى احنا على السنة دي احنا زدنا 3 سنتي فيبقى السنة الجاية هيبقوا 6 سنتي طب لما يبقوا 6 سنتي هياخد مساحة دي قدامه فلازم نعرف يعني انه عارفين قبلها اه طبعا بتترسد ايه اللي المفروض بقى نعمله او اللي الدولة تعمله في حالة انه عندنا الفترة اللي جاية او نتيجة رصد منصوب مية البحر فهنعرف ان السنة الجاية هتكون زيادة شوية هو فيه مثل كلمة بالانجليز اسمها تقدبت يعني اتأقلم على الوضع فبالنسبة لمصر طبعا احنا ملناش دخل في الاحتباس الحراري يعني احنا غير مؤسرين بالدرجة الغازات الاحتباس الحراري اللي حصل لكن متأسرين فبالتالي احنا لازم نحافظ على الشاطئ بتاعتنا بان احنا نعمل مصدات ونعمل حواجز مائية كبيرة وكمان حاليا في مجهود عظيم خليني اوشيد بيه يعني الحقيقة وانا ساكن في اسكندريا وعى البحر فبشوق التوسع في الكورنيش ده مفيد جدا ترجمة نانسي قنقر